وامل هندسة تقنية محمد مناصير انضم إلي بالستوديو فنان أردني كل ما بينزل أغنية بتضرب كما يقال في الوسط الفني اختياراته دائما مدروسة وصاحب خامة مميزة يتقن الجبلي ويتقن الرومانسي وهذا المزيج مش سهل أبدا أنه ينوجد بفنان لأنه واحد بده قوة في الصوت واحد بده هذا النوع من الإحساس الرقيق خلينا نحكي فيه رقة مشاعر وإحساس عالي فأنا كتير مبسوطة بوجودك الفنان محمد رمضان أهلا وسهلا الله يسعد مساكي ومساكل اللي عم بيسمعونا هلأ وشو هالمقدمة الحلوية يا يارا بالعكس السهل أكثر الله يجب الخاطرك تسلمي بداية يعني حابة أحكي معاك عن الموضوع اللي كنا نحكي فيه اليوم بالبرنامج موضوع إدارة الأعمال الفنية وخاصة أنه مدير أعمالك موجود معنا نورست الأهلا وسهلا فيك بالجالوري فحكي لي هل برأيك نجاح الفنان مرتبط بمدير أعماله؟ والله بعد فيه تنهيد أوية إذا ما كان الموضوع محبوك مشكلة مدير الأعمال عصب أي فنان في الأرض يعني الناس يمكن ما بتعرف قيمة كواليس الفن أو شو الأحداث اللي بتصير بكواليس الفن بالباكستيج وجود مدير أعمال في حياة كل فنان هو وجود هوية هو وجود واجهة قدام الناس قدام الوسط خلينا نحكي من متعهدين حفلات من إذاعات من يعني كل ما كل ما كل العناصر الموجودة في حياة أي فنان مطلوب مدير أعمال يتصدر الواجهة دائما تمام؟ فهذه الواجهة ممكن تكون بتعكس صورتك طليق فيك وممكن تكون تسوي صمعتك لا صمح الله تمام؟ فيه فرق أول إشي بين مدير الأعمال وبين صانع النجم هلأ إحنا طبعا فيه بالوطن العربي مدر أعمال كتير تمام؟ وفيه صناع نجوم صناع النجوم هدول دوره تماما يختلف عن تسهيل الحفلات أو ترتيب وتنصيق الأوقات وتنظيم الحفلات وكذا غير التنصيق مع الإذاعات مع الوكلات الإخبارية مع الأمور التانية فيه إشي اسمه صناعة نجم هو إشي يلبس الفنان كيف يكون شكل الفنان نظامه الصحي والغذائي نظامه الرياضي نظامه ترتيب جدول أولويات في كل يوم عمل فيه مفهوم صناعة النجم هو أنك تخلي من نوهبة معينة تسقليها وتحافظ عليها وتطوريها وتضفيلها لا تبرز للناس بأفضل طريقة هذا مفهوم غير مفهوم مدير الأعمال صحيح بالوطن العربي بشكل عام قلائل صناع النجوم يعني ما في عندنا هذا المفهوم كتير فعشانك بتلاقي مدير الأعمال بيعمل كلها إشياء الله أنا بحكي لك ليش هو غالبا صانع النجم بيكون منتج النجم نفسه هو اللي بينتج وهو اللي بدير الأعمال لهيك بيكون مسؤوليته جدا ضخمة اتجاه نفسه لأنه عم بيستثمر بالمجال الفني والأداء اللي عم بيستثمر فيها هي الفنان اللي عم بيقدم الأعمال هاي وعن بيحسبها هون من ناحية بيزنس كمنتج وانت أدرة بالبيزنس طبعا يعني ممكن إدارة الأعمال وهيك يعني بلقى بالعكس مدير الأعمال إذا كان ناجح ويتمتع بالأخلاق اللي لازم تكون موجودة عند الفنان نفسه فهو بيعكس الصورة المثالية والرائعة ورح يخلي كل الناس حوالي الفنان يحبوه طب أنت كمحمد رمضان بتعاملك مع مدير أعمالك ممكن مثلا تعمل إشي هو حكالك أنه هو منيح لإلك وانت بتثق فيه خلينا نقول أنه انت بتعرف أنه هو بده إلك كل شيء منيح بس انت بش مقتنع فيه أنا في كتير أشياء بعملها غصبا عني ضبوطة نوراز خلاص أنك بتثق فيه بوثق فيه يعني إحنا كمان في ناس أنا ما بدي أنساها لازم نحكي على البطار مثلا هو خلينا نسمي مدير المكتب الإعلامي بالمكتب فيه مأمون صلاح أكيد كمان بوجه له تحية فيعني بس اللي عم بيعطيني هلأ حافز كبير بالشغل مع المجموعة الحلوة هاي عنصر جدا مهم بإدارة الأعمال أنه يكون الشخص بيحبك لشخصك لما يكون صاحبي بيحبنا لشخص بيشتغل من القلب وبيخاف عن مصلحتي يعني في شفت أنا كتير مواقف وحكيتي يمكن قبل كان فيه ببعض الأحيان الناس اللي معي تبكي لما ننجح بإيش معين والله يا قسم الله أنجد بتحسي أنك أنت يكفيكي الحب منهم اتجاهك وخوفهم عليكي بيخليك غصبا عنك تكوني واثقة فيه ومصرة أنك تنفذي إذا فيه عندهم مخططات معينة حتى لو بدي يعني ما أكيد يعني مسلا أنا غصبا عني هلأ فيه ستايل شعر جديد بديه يصير مفروض فهذا فكرة نورس وعلي بس حلو اللي هلأ موجود لسه لأ هاي هدا تأسيس تعودنا يعني عم نأسس إحنا يلا نترقب على الانستجرام شو الجديد اللي راح تعمله راح يكون بشبهها ستايل فادي أكيد الشرف شوف لسه هو متحفظ هو مش زي حدا اللي بده يسنع له طب هلأ منعرف وتحت الهواء مش راح أسيبك محمد شفتلك مقابلة على تلفزيون الأردني كانت وقتها أنت كنت متعرض لإصابة معينة ورائبتك كانت ملفوفة يا حرام جاي على التلفزيون تصور المقابلة أنه أنت ملتزم معهم هذا دليل على قد أنت بتحترم موعيدك قد أنت عندك هذا الاتزام خلينا ما بدي أحكي قليل يعني نادر عرفت عند الفنانين بشكل عام خاصة إذا وصلوا لمرحلة أنه انشهروا أنه فيديوهاتهم صارت تجيب مشاهدات كبيرة بيصير في هذا الكبر خلينا نقول أنه ما بفكروا بأنه الضرر اللي ممكن يلحقوه بالطرف الآخر لما مثلا إذا لغوا معه أو إذا خبروه بوقت يعني قليل أنه أنا مش رح أاجي فأنت كيف بتضلك على الأرض كيف بتحافظ على التواضع هذا يعني ما بتدقفتي كتير بس هي النشأة والتربية خلينا كيف تعلمت تتعامل مع الناس شو مكانت الظروف اللي بتتغير في حياتك من شهرة من ممكن مال ممكن من حب الناس اللي زيادة مثلا خلي الإنسان من غر أحيانا ولكن اللي صدقين اللي تربى ببيت تربية تربية المزبوطة عمره ما بتغير بتتغير الدنيا حواليه بس هو بيضل زي ما هو لأنه الأساس كان جامد صح وكمان فيه شغلة يمكن الواحد أحيانا مثلا بيحس أنه تغير بلاقي الناس اللي حواليه اللي كنت عم بحكي لك عنهم اللي هي بتحبه وبتحب مصلحته وبتخاف عليه بذكروه شو صار معك شو لسه آه فبرجع بتعدل الموضوع طبعا يمكن يمكن أنا واحد من الناس فكرة اللي اللي ما تغيرت ولا يعني زي ما أنت عم بتحكي الحمد لله أنا هيني زي ما أنا من الزمن ولكن فيه أوقات لما تنجح نجاح معين أنت بتكوني فخورة بنفسك بهذا النجاح ومبسوطة بتحبي كل الناس من ورا هذا النجاح لأنهم أنتوا السبب بإني نجحت فحب الناس والعشام اللي زيادة ممكن ينفهم في بعض الأحيان أنه ممكن يكون مثلا شوفت حال أو شي لا صمح الله ولكن برجع بقولك الأساس والنشأة كيف كان الإنسان وكيف بلش ومع مين يتعامل في حياته ومع مين يتعرف أنا كان إلي الشرف في يوم الأيام كنت عمسرحة واحد مع الأستاذ الكبير رتيح الصافي الله يرحم يترابه طبعا أول سنصيح نصحني إياه وأنا في بداية طريقي يعني كانت في وائل حلقات البرنامج اللي شاركت فيه فلسه ما عندي هذه الخبرة وكان عمر صغير أنا فبيحكي لي أهم شيء ابني الأخلاق أنا هاي على فكرة كلمة يمكن صرت حكيها 300 مرة باللقاءات بس كتير بحب أذكر فيها كتير حلوة لأنها دي حدا عظيم مثله يحكي هيك حكي أهم شيء الأخلاق أهم شيء حب الناس تحب الناس عشان يحبوك تعطي من قلبك تحترم فنك هذا السؤال اللي كنت أسألك يا إنه إيش أكتر إيش يأثر فيك بالفنان وديع الصافي كونك يعني غنيت معه فهذا هو هاي النصيحة يعني بنصائح آه كتير كان فيه نصائح وكتير كان فيه حكي أنا الحمد لله كان فيه عندي فرصة أني أعود وأحكي معه فأنا عشت اللي كم من يوم بفتخر فيهم جدا طبعا وفيك كمان كتير أساذ كبار كنا نأخذ منهم نصائح ونتعلم منهم وأول حد حكايل عن موضوع النفس مثلا بالمغناء كاظم السهر فنان الكبير وجيله تحية فنان والي كفوري طبعا احنا قلنا غنينا سوي يعني غنيت معهم أيام برنامج ستار أكاديمي بالبروفات بالكذا كان فيه بروفات قبل البريم بأيام فنقعدوا نتحدث والحياة الأزيزة يعني فيحكوا لنا أعمل كذا مش كذا شرائك تتسوي هيك شرائك ففيه نصائح حسب مع مين تتعامل فلما تشوفي قامات فنية زي الأستاذ وديع الصافي والأستاذ التانين بتمتع بهاي الأخلاق وبهاي الرقي لازم تتعلم منه بتكون خسرتي إذا ما تعلمت بمأنوعة منحكي عن حكينا عن ستار أكاديمي يعني بحكم خبرتك ببرامج المواهب بشكل عام قد تحس أنه هي مفيدة للموهبة أو أنه هي بتطفي الموهبة بعد ما هو يطلع منها بحكم مثلا المرات بيكون في عقود موقعة أنه ممنوع أنه تعمل إشي ممنوع أنك تغني ممنوع هاي هاي الشغلات يمكن مش كتير ناس بيعرفوها بس هاي اللي بتمنع بعض الفنانين أو الموهوبين خلينا نقول أنهم يشاركوا ببرامج المواهب فشو رأيك أنت فيها بشكل عام رأيي بالبرامج بشكل عام ببرامج المواهب أول إشي أنا بدي أشكرك على فكرة برنامجك الرائعة لأنه أنت عم بتسلطي ضو على أمور بالوسط الفني الناس ما بتعرف عنها إشي ناس تفكر الأغنية سهل تنزل الحفلة سهلة تصير فأنا بشكرك على فكرة برنامج بالعجس تاني إشي موضيع البرامج الفنية حسب كيف بقدم الفنان للأسف إحنا برامجنا الفنية في العالم العربي فقط تجارية فمجرد ما ينتهي الموسم انتهى أبطال الموسم للأسف إلا من سنحت له الفرصة أو كان فيه له نصيب أنه يلتقي صدفة بحدا من شركات الانتاج بالفترة اللي بيكون فيها بالبرنامج ويتفق معه فكان قبل فترة يعني كان نفسي أنا في عندي مشروعين ثلاثة أنا نفسي أعملهم أحدهم مسرح الغنائي مسرح غنائي يعني هذا حلمي يلا بتشاركينها تشاركينها في أنا هاي الفكرة صار لي صار لي سنين بفكر فيها و عم بشوف كيف ممكن تتنفذ بطريقة مناسبة يعني هي كورونا برضو أخرتنا كان فيه كتير هذه الفترة ومشاريع من هذا النوع فيه مشاريع فنية ممكن نعملها إحنا كفنانين ما بدنا نستنى شركات أو قنوات ضخمة تعملها لإبراز مواهب ولكن بطريقة تخرج نجم يعني هدول هدول البرامج ممكن ينتجوا أغنية أو أغنيتين بنهاية البرنامج ولكن بالنهاية في كتير إحنا ناس شفناهم وغابوا بسبب عدم قدرته على الإنتاج لنفسه لأنه إذا ما فيجبت الإنتاج تتبنى هاي الموهي بما فيه قدرة إنتاجية مش مصاري طبعا انت فناني وعارف قدي بكلمة الموضوع طبعا ولكن فيه بدائل يعني فيه أنا بتوقع أول إشي السوشال ميديا هي منصة جدا ضخمة لإبراز مواهب جديدة إحنا ما اطلنا ملاحقين من قدر ما صار فيه فنانين للوطن العربي أدي صار فيه فنانين مشهورين كتير أشهر من ناس أصلا موجودين بس من السوشال ميديا صحيح ولكن مشكلة السوشال ميديا إنه تفتقر للنوعية أنا ضد جدا إنه أي حدا بيحب يغني يطلع يغني صراحة يعني ما بعرف إذا هذا حك رح يزعل حدا مني بس مش لأنك بتحب يتغني يطلع يتغني لا إذا أنت تمتلك الموهب وتحترم أذن المستمع وتقدم له ما يليق فيه إطلع إذا لا لا هو صراحة هاي القاعدة خلينا نقول لازم تطبق على الكل سوشال ميديا أو بدون سوشال ميديا يعني يجب أن يكون الفنان بيحترم أنه الفن رسالة صحيح ما عم نحكي رسالة يعني يحكي دائما عن أشياء جدية لا الرسالة الحب ممكن يكون رسالة بس فيها رقي واحترام وهيك هدوء مي مي هدوء وفهم ومراعاة لمشاعر المستمع فبالحكي عن المشاعر برضه أنت طبعا متميز باللون الرومانسي هذا اللون اللي هو العاطفي وأنت أصلا تحكي عن حالك أنه أنا فنان يعني عاطفي أنا شخص عاطفي بطبعي سمعتك تحكي هيك عن حالك يعني ما في فنان ما عنده هذا هيا الجزئية ضروري أصلا عشان يكون إحساس مرهف يقدر يوصله للمستمع بس أنت شو اللون المفضل إليك هل هو الرومانسي؟ أحكي لك كلمة عمري ما حكيتها في حياتي أحكي أنا غني لكل الألوان تمام بس أنا مثلا لما أكون أنا بدي أغني لنفسي مثلا قاعد ببيتي بأي مكان مثلا بدي أغني أنا لنفسي عشقي إني أغني لها ملحم بركات حالو أنا بالنسبة لي أكيد حيسمعنا يلا أصي يكمل ملحم بركات وديع الصافي هدول الناس لما أغني أي غني أغني ملحم بركات الله يرحمه وديع الصافي الله يرحمه مويل وديع الصافي الله يرحمه بحس أني أنا عم بستنزف الطاقة اللي جويل أنا نفسي أطلعها بهذا الموضوع هلأ بغني كل الألوان الحمد لله ولكن فيه ألوان نفس بتحبها عارفها وبالنهاية كل كل وقت وكل ظرف إله طابع المميز فيه أوقات ما بدي أدرك إلا تغني رومانسي لما تمسك الجيتار والدنيا شتها مشغل الفير شو بدك تغني فالله شو يا فاتي فعلا مش هو المويل أم كلتوم أكيد أكيد بتغني رومانسي بتغني أغاني هادي بتغني بوقت الفرح إله جوه ولكن أنا من نفسي بحب المويل بحب غاني الفنان ملحم بركات تحديدا ومويل وغاني وديع الصاف الله رحمهم بيه بناء على طلبي وطلب فادي الإسي إيش بحب سمعنا ملحم بركات الله يرحب ملحم بركاته مشكة بده ميوزيك لو مويل أوكي 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 في مويل يا دخلت جنت عادا ولقيت شجرها حور والإتبانات الحواري بيشربوا بالدور بيدن كسات دهات كسات من بالنور لابد ما يغلط الساي ويجينا دور الله الله ما شاء الله شو هذا ما شاء الله يمكن يعني أول مرة بس معك بتغني بهاي الطريقة رائع يعني وكأنه أنت آلة وترية بس عم بتغني الله يسعد عن جد والله مش مجاملة لأنه هذا التحكم بين أنه أنت عم بتغني خلينا نحكي بالبيس أو بالطبقات البغاطية بعدين عم تطلع بهاي السلاسة وعم بتعرب بهاي السلاسة بترجع بتنزل يعني يمكن حدا بيغني فاهم أكتر اللي أنا بحكي فيه فما شاء الله عليك يعني الله يسعدك مش غريب عليك يمكن بدي أروح يعني الموضوع مو مزعج هو وبعرف أنه مو مزعج ممكن يكون لإلك بس أغنية جبار يعني باعرف أن الموضوع مزعج مزعج صراح أنا نزعجت بس سمعت فكيف أنت أغنية جبار هي أغنية رحت على لبنان شتريتها كل إشي تمام وبعدين هذا الحكي من حوالي سنتين هيك إشي فجأة بتلاقيها نازلة بصوت الفنانة بلقيس صحي شو اللي صار والله إذا أنت بتعرف يعني أنا باعرف يعني هي أنا حكيت القصة قبل الفترة واللي برد ناري شوي يعني أنه اللي غناها بلقيس فأنا أنا أحد من الناس بحترم هاي الفنانية بحترم صوتها أه اللغنية يعني كثير حلوة عارف كثير وكانت أنا بتعنيلي شخصيا كثير وكانت بفترة بتعنيلي كمان فأه وكلامها جدا بعنيلي جدا عارف يعني أنا أكتر واحد أكتر واحد من الناس اللي حوالي بيعرفوا طيوب بس بس يعني ما تجربني فهاي اللغنية بتحكي للموضوع تماما نعارف نصيب كل شي نصيب طب ليه تأخر نزولها أنه أنت تقريبا من حوالي سنتين اشتريتها ليه تأخر نزولها كورونا من كورونا كورونا أوكي يعني أنا رح سجلتها وخلصت الأمور ورجعت على الأردن صار موضوع كورونا صار عنا حضر شامل في الأردن نذكر شهريا أو ثلاثة شهور هي بداية يعني كانت وضلينا لسنة إحنا لغايت واحد سبعة لفتحة الدنيا يعني وإحنا لما بلشنا بدنا نحضر لنزول جبار ونحضر لتصوير جبار تحولي على حسابي دفعة من اللي كنت دفعهم وبعد يومين سمعتها بصوت القيس بس أنا اللي برد ناري شغلة واحدة أدي الناس أدي الناس زعلت يعني أدي اللي حوالي والله أدي اللي حوالي يزعله اللي سمعوا الأغنية كمان بصوتي يزعله فأنا هديتي شوي عارفة لما حسيت أنه اللي حوالي حسين باللي أنا في فأنا بطلت زعلها طب أنا حابة أسمع جزء منها بصوتك بإحساسك موسيقى ما تجربني قلبي لما بده يأسى جبار دمه بارد ما عنده حدا ذالي لما بلحظة بيأخذ هيدا القرار بلغك بمحيك وبشيلك من ذالي والله والله لا يعني إحنا كتير خسرنا صراحة إنه لوغنية ما نزلت بصوت محمد رمضان من سوق حظ طب ليش ما تنزلها يعني عد زي كنا كبر والله هرجال بحكي يعني كتير حلوة بصوت أنا بحترم الميثاق لو لم يكتب أنا كلمتي مع أي شخص بالدنيا إذا ما بدي أنا ألتزم فيها فأنا مش رجل عيب أني أعمل في مبادئ وفي قيم معينة ربين عليها مش قادر أغيرها من حياتي عم بتغلب فيها بظروف معينة ومع ناس معينين ولكن مش عم بقدر أغيرها والله ما بمزح يعني أنا حاس أنه راح الوقت اللي ممكن أغير أسلوبي بالتعاون مع الناس يعني أخلاقيا ما بيصير يمكن أن نزلها لا بس يعني عادي يعني ممكن فناني نزل أصدي مثلا كوفر يعني لأغنية تانية عادي يعني ممكن من هذا المنطلق أكيد مش منطلق أنها الأغنية إليك هي كانت إليك للأسف بس هذا لا يعني أنه معجبينك ومستمعينك بيحبوا أنهم يسمعوها بصوتك بصوتك أنا اعتبريني أنا عم بكون صوت الجمهور بما أنه خلافي كان يمكن ما تعرف بالموضوع هي بتعرف بس هي بتعرف أنه يمكن تعرف أنه محمد كان بده وبطل آه عرفتي بس هي ما بتعرف التفاصيل اللي صارت أكيد آه أنا مشكلتي مع رامي الشافعي ف الله يسام أكيد الله يسام صحتين صحتين بس أنا ممكن نتواصل مع عمر صباغ ونشوف برك نزلنا الأغنية ونتواصل مع بلقيس إذا كان الأمور تمام مننزلها بشكل قانوني خلص إن شاء الله وكيد رح نحكي عن هذا الموضوع يعني لما يصير إن شاء الله بيصير ونحكي عنه بسبع فنون محمد في مقابلة إليك حكيت أنه لكل وقت رسالة لازم الفنان يوصلها يعني ما في رسالة وحدة تكون عنده بكل وقت فيه إشي معين لازم يوصله لجمهوره شو الرسالة اللي أنت هلأ عم تشغل عليها والله في في عملين في عمل جاهز برضو من 2019 كان مؤجل برضو لبعد جبار يعني إحنا كنا عمين خطة لبعد جبار بس هاد مضمون هاد مضمون وموجود إن شاء الله خلصك إن شاء الله وفي واحدة تانية مضمونة كمان كلماتي وقلحاني هاي مضمونة مضمونة شو الله هاي حكيت عنها برضو أنا آآ وهذا الموضوع لها قصة حلوة كمان سمعت اللغنية تانية آآ لها قصة أنا كتبت قصة وكتبت على هاي القصة الأغنية طب من وين الوحي يجعلك يعني هيك فجأة كتبت قصة والله يجوفي كتبت بالدنيا كانت شتاء وبرد عارفة وكنت سهران بالمكتب أنا والله زي ما بحكي ليك كان عندي الشباب وخلصنا ترتيباتنا واشغالنا وتسهل وضلت قاعد أنا وكانت برد الدنيا حال في المشي جاعة باي أروح أنا فمسكت وراء أنا ما بلشت أكتب بس طلع معي قصة ما طلع معي أغنية طبعا ما خلصت القصة كتبت عليها أغنية حلو يعني أنت شكلك إنسان بحب الشتاء أنا كتير ذكرت الشتاء بحب الشتاء وبحب الصيف وهو شوفي الروح بتطلب التنين فيه أوقات يعني آآ حلو حلو عميق عميق الجملة صح والله والله بدك أحيانا وقت كنكني وبرد وبدك أحيانا وقت صيف و يعني الصيف حلوك أكيد طب أنت يعني بتحب القعدة بالبيت بشكل عام أنا بيتوتي يعني ما كنت كتير يعني بتعاني بكورونا نأ وأصلا أنت وقت ستار كاديمي نحبسته يمكن أربعة شهر ما أقولك تعود أنا يعني إلك خبرة بالموضوع هاي الأمور طبيعية من فيش مشاكل فعادي بسلي حالي قادر أسلي حالي هلأكيد كلنا زي أنا يعني أنت كمان شهرين ثلاثة كانت صعبة صح صح بالبداية وكان ممنوع نطلع بالمرة فكانت صعبة نتوفي ولكن بتمر يعني علمتنا الدنيا ما في شدة بالدوم ولا في دائما آخرت كل غيمة زول يعني آه زي ما ما في فرح بدوم برضو ما في هم أو حزن بدوم فيش إشي باقي وبالنسبة لخطة المستقبلي إن شاء الله في كذا سفر عنا لحفلات في عنا تور بأمريكا عم بترتبها حاليا الآن يعني نعلن عنه بوقته إن شاء الله إن شاء الله متمنى لك كل التوفيق محمد أنا كثير مبسوطة أني تعرفت عليك بشكل شخصي شخصية رائعة يعني بقدر ما أنت رائع بفنك رائع أيضا بشخصيتك وبتواضحك وباحترامك فشكرا لإلك حمد رمضان أهلا وسهلا فيك دائما براديو هلا وفي برنامج سبع فنون شكرا أهلا وسهلا مستمعين هيك وصلنا لنهاية حلقتنا من إعدادي وتقديمي أنا يا رجبان من الهندس الإداعية فادي الأسي من سوشال ميديا هيثم مركاوي ومن الهندسة التقنية محمد مناصير لقاءنا بجدد الأسبوع المقبل كل اثنين وأربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء